اشتركوا في القناة الموافق الواحد والعشرين من ديسمبر من العام الفين وواحد وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا خبر اقتصادي وحيد يؤثر على الدولار الكندي وهو الريتيل سيلز مبيعات التجزئة والذي يعد من مؤشرات الأرقام القياسية والذي سوف يصدر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتماسك أعلى الدعم المحوري المستوى 96.390 ويتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وثبات التداولات أعلى الدعوم المذكورة لا يزال يمنح المؤشر الدولار الأمريكي بعض من الإيجابية لمحاولات الانطلاق نحن مستوى 96.800 و97.400 خلال التداولات متوسطة الأجل وطوالما أن مؤشر الدولار الأمريكي تداول بثبات أعلى مستوى 96.390 لا يزال السيناريو المرجح للدولار الأمريكي هو الصاعد خلال الساعات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار يفشل باختراق مستوى المقاومة المثل عن مستوى 1.12900 والذي يلتحم معهم متوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بالثبات أدنى المتوسط المتحرك قد نشاهد ارتداد الأسعار نحن مستوى 1.12380 وإنها التصحيح السابق والسير ضمن المسار الرئيسي الهابط وشرط تحقق هذا السيناريو هو التداول دون مستوى 1.12900 واختراق مستوى 12900 يلغي السيناريو السلبي الهابط ويكون مسار فرعي صاعد جديد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار وهو الآخر يتعرض للضغوط البيعية ويقترب من منطقة الدعم الهام الماثل عن مستوى 1.31950 والذي إذا نجحت الأسعار بكسر هذا الدعم سوف نشاهد إنهاء التصحيحات والدخول ضمن المسار الرئيسي الهابط واستهداف مستوى 31500 أما فشل كسر مستوى الدعم المذكور والمشار إليه قد يخلق بعض من التصحيحات الذي قد تصل مستوى 1.32500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون وهو الآخر يحاول التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجح فعليا بتأكيد اختراق مستوى 150.100 قد نشاهد تكون موجة صيحية صاعدة قد تمتد إلى مستويات المئة وواحد وخمسون خلال التداولات القادمة ويلغى السيناريو الإيجابي في حال تمكنت الأسعار بالعودة مجددا أدنى مستوى 150.100 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أخواني العزاء أن الزوج يتمحور حول الدعم الهام والمحوري والذي يمثل نقطة البايفيت وهي مستوى 0.71.100 الماثل أمامكم بالخط الأحمر المتقطع وحتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بالعودة مجددا أدنى مستوى 71.100 قد نشاهد استعناف المسار السلبي الهابط واستهداف مستوى 70.800 و70.500 أما تأكيد اختراق مستوى 71.100 والثبات أعلاها سوف يخلق بعض من التصحيحات الذي قد تطال مستوى 71.400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ويحاول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني التحرر من المسار العرضي الذي يتداول ضمنه على الشورت تيرم وحتى اللحظة نشاهد الأسعار تقترب من منطقة المقاومة الهام الماثل عن مستوى 113.750 والذي بدوره إذا نجح السعر باختراقه سوف نشاهد تحقيق مكاسب للدولار الأمريكي قد تصل إلى مستويات 114 أمام الين الياباني و114.300 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ومثلما ذكرت في التحليل السابق أن الزوج يتأثر بشكل كبير جدا بالأحداث السياسية بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها الليرة التركية ومر بها الاقتصاد التركي بشكل عام يوم الأمس قد ظهر السيد رجب أردوغان بخطاب وتعهد ببعض الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف وقد وعد بكلام يكون من الناحية الاقتصادية مشجع وداعم للاقتصاد التركي والليرة التركية فردت فعل للإصلاحات التي تأهد بها سيد رجب طيب أردوغان شاهدنا الهبوط الذي حصل للدولار الأمريكي وشاهدنا وصول سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى 13 ليرة للدولار الواحد وحتى اللحظة نتحدث من ناحية فنية بحتة الزوج لا يزال يتعرض لضغوط بيعية وذلك باستمرارية تداولاته دون مستوى 15 ليرة للدولار الواحد وعلى الصعيد الفني استمرارية التداولات أدنى مستوى 15 ليرة لا يزال يضع الزوج في طي المسار البيعي الهابط الذي قد يستهدف مستوى 13 والذي بكسر مستوى 13 سوف نشاهد الهبوط إلى مستوى 11 وإلى مستوى العشرة خلال التداولات متوسطة الأجل ولكن أخواني العزاء حاليا قد نشاهد الأسعار قد وصلت إلى مستويات تشبعات بيعية قد نشاهد الأسعار تخلق موجة تصحيحية ونشوب بعض التصحيحات التي قد تصل إلى مستويات 15 حيث أن مستوى 15 يعتبر مستوى محوري ومستوى هام حيث أن اختراق مستوى 15 قد يعيد الأسعار إلى المسار الصاعد مجددا أما ثبات الأسعار أدنى 15 لا يزال يعرض الزوج للضغوط البيعية مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وهو البيتكوين ينجح بالتحرر من التداول دون مستوى 46300 وينجح بالارتداد ويعود مجددا إلى القناة العرضية المحصورة ما بين مستوى 50700 دولار وستة واربعون ألف وثلاثمائة دولار ويعود البيتكوين مجددا إلى الحركة العرضية والذي لن يحدد مساره القادم إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية نترقب خلال الساعات القادمة من أجل أن نحدد المسار القادم للبيتكوين خلال السنة القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي وهو الريبل يحاول حتى اللحظة اختراق مستوى المقاومة الماثل عند مستوى التسعون سنت والذي بدوره إذا نجح بتأكيد هذا الاختراق سوف نشاهد تفوق للريبل واستهداف مستوى الواحد دولار وواحد دولار فاصل عشر سنت خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وحتى اللحظة نلاحظ أن تداولات الذهب تقترب وتتمحور حول منطقة الدعم المحورية ونقطة البايبت الذي تحدثنا عنها في التحليل السابق وهو مستوى 1789 دولار للأنصة الواحدة حيث أن الثبات أعلى 1789 دولار للأنصة الواحدة والتماسك والارتداد منها سوف يعيد للذهب محاولات الإيجابية للانطلاق نحن مستوى 1800 دولار و1820 دولار على الشورت تيرم أما كسر مستوى 1789 دولار للأنصة الواحدة قد يكلف الذهب الكثير ويدخله في موجة صحيحية هابطة قد تمتد إلى مستوى 1765 دولار إذن مفتاح التداول لهذه الجلسة هو مستوى 1789 دولار نتابع بترقب التداولات والإغلاقات حول هذا المستوى بناء على قاعدة السلوك السعري من أجل أن نحدد مسار الذهب القادم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام حتى اللحظة يقترب من منطقة مقاومة هامة يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وهي 69 دولار ونصف للبرميل الواحد والذي إذا نجح النفط الخام باختراق هذه المقاومة سوف ينجح أيضا بإغلاق الفجوة السعرية الذي تكونت في الجلسة السابقة وينجح في العودة للمسار الصاعد الذي يستهدف مستوى 71 دولار و72 دولار للبرميل الواحد وشرط حقق الإيجابية والأهداف المنتظرة هو اختراق مستوى 69 دولار ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة وها هي الفضة تتداول دون مستوى 22 دولار ونصف وحتى اللحظة لا تزال تتعرض لضغوط بيعية ولن تستطيع الفضة التحرر من هذه الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 22 دولار ونصف والثبات أعلى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي حتى اللحظة لا يزال يحاول بناء المراكز أعلى منطقة الدعم المحورية الذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يومه مستوى 3.70 حيث أن تكوين مراكز شرائية والثبات أعلى مستوى 3.70 قد يقود الأسعار مجددا خلال الساعات القادمة لاستهداف مستويات 3.80 و3.90 ومستوى الأربعة كهدف رئيسي لهذا الأسبوع إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر أداو جونز الصناعي ونلاحظ أن مؤشر أداو جونز قد تراجع خلال الجلسة السابقة وحتى اللحظة إذا نجح مؤشر أداو جونز بالتماسك أعلى مستوى 35.050 والثبات أعلىها قد نشاهد امتداد للموجة التصحيحية الصاعدة الذي قد تطال مستوى 35.450 ولن يعود مؤشر أداو جونز إلى المسار الإيجابي بتاتا إلا باختراق مستوى 35.450 وطوال ما هو يتداول أدنى لا يزال يعتبر هذا الصعود في طور التصحيحات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SP500 ونلاحظ أن SP500 هو الآخر يقترب من مستويات مقاومة هامة محاولا العودة للمسار الصاعد وحتى اللحظة لا يزال يفسر هذا الصعود هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر وعبارة عن حركة صحية الأسعار طوال ما أن الأسعار تتداول دون مستوى 4.625 ولن يستطيع SP500 استعادة الزخم الصاعد إلا باختراق مستوى 4.625 وثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني وهو الآخر يقترب من منطقة المقاومة هامة الماثلة عن مستوى 15400 والذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم حيث أن اختراق مستوى 15400 والثبات علىها يعيد مؤشر الدكس إلى النطاق الإيجابي الصاعد وإغلاق الفجوة السعرية الذي تكونت في الجلسة السابقة وقد نشاهد استهداف مستويات 15616 ألف على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونلاحظ أن مؤشر النازدك والآخر لا يزال جاهدا يحاول العودة أعلى مستوى 15600 والثبات علىها حيث أن الثبات علىها يخلق تكوين موجة صحيحية صاعدة تحاول ويسعى من خلالها إلى أغلاق الفجوة السعرية السابقة الذي تكونت في السابع عشر من ديسمبر ويحاول تكوين بعض من التصحيحات الذي قد تطال مستويات 15800 و15900 خلال التداولات القادمة وطوال ما الأسعار تتداول أدنى مستوى 15900 لا يزال يعتبر هذا الصعود تصحيح ولا يزال النازدك في طور النطاق السلبي الهابط إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني يطيب التحيات وفي أمان الله